موسيقى هذا النص يندرج ضمن الوحدة الخاليسة التي يعتبر مجالها هو عالم الحيوان في البداية نشره بقراءة الكلمات البصرية سأقرأ لكم خلف سعيد عندئذ لما بجانب برهة اقرأوا معي الآن خلف سعيد عندئذ لما بجانب برهة أما الآن أعزائي سنقرأ الكلمات البصرية ولكن هذه المرة بدون ترتيب سعيد برهة خلف لما عندئذ بجانب سننتقل الآن إلى القراءة المشتركة سأقرأ لكم أنا الحصان العربي صوتي صهيل شعري ناعم وسقيل عينايا كبيرتان لامعتان من خرايا واسعاني رقيقان جبهتي محدبة عريضة رقبتي جميلة طويلة سأعيد لكم النص مرة أخرى أنا الحصان العربي صوتي صهيل شعري ناعم وسقيل عينايا كبيرتان لامعتان من خرايا واسعان رقيقان جبهتي محدبة عريضة رقبتي جميلة طويلة سأطرح عليكم الآن بعض الأسئلة انتبهوا معي اذكر اسم الحيوان المذكور في النص الحيوان المذكور في النص هو الحصان كيف هو شعره يا ترى؟ شعر الحصان ناعم وسقيل ننتبه الآن أعزائي إلى مكونات العنوان العنوان يتكون من كلمتين أصوات الحيوانات هل تعرفون أسماء بعض الحيوانات؟ الكلب مثلا القط الأسد النمر البقرة نعم وهناك حيوانات كثيرة أتعرفون يا أعزائي أن صوت الديك يسمع في الصباح؟ وصوت الكلب يسمع عند اقتراب الخطر؟ ومتى نسمع صوت العصافير يا ترى؟ صوت العصافير يسمع في الحديقة نعم أحبائي لاحظوا معي هذه الصورة الجميلة ماذا نشاهد في الصورة؟ نشاهد صورا لبعض الحيوانات أين توجد هذه الحيوانات؟ توجد الحيوانات في الضيعة من هذه البنت التي تجلس هناك؟ ما اسمها؟ إنها عائشة عائشة توجد بصحبة من؟ تتواجد عائشة بصحبة جدها في نظركم ما هو موضوع حوار عائشة وجدها؟ المجموعة الأولى تعتقد أن الجد يحدث عائشة عن الحيوانات وصغارها أما المجموعة الثانية فهي ترى أن الجد يعلم عائشة أصوات بعض الحيوانات قراءة النص ستمكننا من تعرف في التوقع الصائب أعزائي متعلمين عجزات المتعلمات فلنتابع بانتباه قراءة النص كانت عائشة مع جدها في الطيعة فتناها إلى سمعها صوت حيوان فسألت جدها هل هذا مواء قطتي؟ قال لا هيا يا عائشة سأمنحك جائزة إن تعرفت على صاحب الصوت أرهفت سمعها وقالت وهي تحدث نفسها لعله نباح كلبي لا أظن أنه خوار البقرة التي توجد في المزرعة نظرت إلى جدها الذي كان لا يجيبها فقالت أيمكن أن يكون صهيل الفرس؟ وسرعان ما تذكرت فقالت إنه نعيق البومة التي تنعق باستمرار على الصور فقال الجد أحسنتي خذ الجائزة لكن تعالي نتعرف على أصوات أخرى لحيوانات لمزيد من التركيز سأعيد قراءة النص مرة ثانية كانت عائشة مع جدها في الضيعة فتناهى إلى سمعها صوت حيوان فسألت جدها هل هذا مواء قطتي؟ قال لا هيا يا عائشة سأمنحك جائزة إن تعرفت على صاحب الصوت أرحفت سمعها وقالت وهي تحدث نفسها لعله نباح كلبي لا أظن أنه خوار البقرة التي في المزرعة نظرت إلى جدها الذي كان لا يجيبها فقالت أيمكن أن يكون صهيل الفرس؟ وسرعان ما تذكرت فقالت إنه نعيق البومة التي تنعق باستمرار على الصور فقال الجد أحسنت خذ الجائزة لكن تعالي نتعرف على أصوات أخرى لحيوانات إذن بعد قراءتنا للنص سنحاول فهم موضوعه جماعة بالإجابة على بعض الأسئلة أين توجد عائشة؟ توجد عائشة في الضيعة ما هي الحيوانات المذكورة في النص؟ الحيوانات المذكورة في النص هي القطة الكلب الفرس البقرة والبومة مع من تتواجد عائشة؟ تتواجد عائشة مع جدها عما يحدث الجد عائشة؟ الجد يحدث عائشة عن أصوات بعض الحيوانات ماذا سيقدم لها الجد؟ سيقدم الجد جائزة لعائشة متى يا ترى؟ سيقدم الجد جائزة لعائشة إذا تعرفت صاحب الصوت النشاط الأول سنحاول أن نلون الخانات المناسبة لكل كتابة ضربية على الشبكة التربيعية التالية ثلاثة في ثمانية يعني أننا سنلون ثلاث خانات ثمان مرات أو ثمان خانات ثلاث مرات أربعة في خمسة يعني أننا سنلون أربع خانات خمس مرات أو خمس خانات أربعة مرات إثنان في إثنان خانتان مرتان سبعة في سبعة يعني أننا سنلون سبعة خانات سبعة مرات خمسة في ستة يعني أننا سنلون خمس خانات ست مرات أو ست خانات خمس مرات ثلاثة في تسعة سنلون ثلاث خانات تسع مرات أو تسع خانات ثلاث مرات أما الآن فلنقم بحساب ما يلي خمسة في ثمانية تساوي ماذا؟ نعم أربعون ستة في ستة نعم ستة وثلاثون أربعة في إثنان تساوي ثمانية سبعة في ستة تساوي اثنان وأربعون اثنان في ثمانية تساوي ستة عشر ثلاثة في تسعة تساوي سبعة وعشرون خمسة في تسعة تساوي خمسة وأربعون واحد في ستة تساوي ستة أحسنتم في درسنا اليوم يا صغاري سنتعرف على نفس التقنية ولكن مع أعداد جديدة ويتعلق الأمر بجدولي الضرب لثمانية وتسعة وبالتالي فعنوان درسنا هو تعرف خاصية الضرب في ثمانية وتسعة هل تتذكرون صديقنا الفلاح؟ لقد قمنا بمساعدته على عد خساته وهو لا يزال يحتاج لمساعدتنا من جديد هل أنتم مستعدون؟ فلنبدأ غرس صديقنا الفلاح ثمان خسات في صف واحد فمجموع الخسات التي يتوفر عليها هي ثمانية في واحد تساوي ثمانية لأننا ضربنا ثمان خسات في صف واحد فنحصل على ثمان خسات أضاف الفلاح صفا ثانيا فأصبح لديه ثمان خسات في الصف الأول وثمان خسات في الصف الثاني إذن عدد خساته هو ثمانية في اثنان تساوي ستة عشر أضاف الفلاح صفا ثالثة فأصبح لديه ثلاثة صفوف وفي كل صف ثمان خسات إذن عدد الخسات هو ثمانية في ثلاثة تساوي أربعة وعشرون أضاف الفلاح صفا رابعة فأصبح لديه أربعة صفوف وفي كل صف ثمان خسات عدد الخسات إذن هو ثمانية في أربعة تساوي اثنان وثلاثون أضاف الفلاح صفا خامسة فأصبح لديه خمسة صفوف وفي كل صف ثمان خسات فيكون عدد الخسات هو ثمانية في خمسة تساوي أربعون أضاف صديقنا صفا سادسا فماذا لديه الآن نعم ستة صفوف من ثمان خسات فيكون عدد الخسات هو ثمانية في ستة تساوي ثمانية وأربعون أضاف صديقنا صفا سابعا فأصبح لديه سبعة صفوف من ثمان خسات يعني أن عدد خساته هو ثمانية في سبعة تساوي ستة وخمسون أضاف الفلاح صفا ثامنة فأصبح عدد الصفوف ثمانية صفوف وفي كل صف ثمان خسات فعدد الخسات إذن هو ثمانية في ثمانية تساوي أربعة وستون أضاف الفلاح الآن صفا تاسعة فأصبح لديه ماذا؟ نعم تسعة صفوف وفي كل صف ثمان خسات إذن فعدد الخسات الآن هو ثمانية في تسعة تساوي اثنان وسبعون أما الآن فقد أضاف صفا عاشرا أما الآن أما الآن فقد أضاف صفا عاشرا فأصبح لديه ماذا؟ نعم عشرة صفوف من ثمان خسات فعدد خساته الآن هو ثمانية في عشرة تساوي ثمانون في السنة الموالية قرر صديقنا الفلاح أن يغرس تسع خسات في صف واحد إذن عدد الصفوف هو صف واحد وعدد الخسات في هذا الصف هو تسع خسات فعدد الخسات إذن هو تسع في واحد تساوي تسع إذا كان عدد الصفوف هو اثنان وفي كل صف تسع خسات فما الكتابة الضربية إذن؟ نعم تسع في اثنان تساوي ثمانية عشر وإذا كان عدد الصفوف هو ثلاثة وفي كل صف تسع خسات فالكتابة الضربية هي ماذا؟ أحسنتم تسع في ثلاثة تساوي سبعة وعشرون وإذا كان عدد الصفوف أربعة وفي كل صف تسع خسات فما الكتابة الضربية؟ نعم تسع في أربعة تساوي ستة وثلاثون وإذا كان عدد الصفوف خمسة وفي كل صف تسع خسات فالكتابة الضربية إذن هي تسعة في خمسة تساوي خمسة وأربعون وإذا كان عدد الصفوف ستة وفي كل صف تسع خسات فالكتابة الضربية إذن هي تسعة في ستة تساوي أربعة وخمسون وإذا كان عدد الصفوف سبعة وفي كل صف تسع خسات فالكتابة الضربية هي تسعة في سبعة تساوي ثلاثة وستون وإذا كان عدد الصفوف ثمانية وفي كل صف تسع خسات فالكتابة الضربية هي تسعة في ثمانية تساوي اثنان وسبعون وإذا كان عدد الصفوف تسعة وفي كل صف تسع خسات فالكتابة الضربية هي تسعة في تسعة تساوي واحد وثمانون وإذا كان عدد الصفوف عشرة وفي كل صف تسع خسات فما الكتابة الضربية؟ نعم تسعة في أشرة تساوي تسعون Observons ensemble cette image Que représente l'image ? Qu'est-ce que vous voyez sur l'image ? C'est un zoo Un zoo Est-ce que vous avez déjà visité un zoo ? Le zoo de Temara Qu'est-ce qu'on trouve dans le zoo ? Dans le zoo, il y a plein d'animaux Au zoo, on met les animaux dans des cages Observons tous l'image encore une fois Regardez A droite, nous avons le lion Le lion Le lion c'est le roi des animaux avec ses petits lionceaux Les lionceaux et la lionne, leur maman La lionne Combien nous avons de lionceaux dans l'image ? Nous avons deux lionceaux Et dans la cage suivante, nous avons le koala Le koala Le koala Et ce gros animal gris, vous le connaissez ? Avec sa langue trempe Avec sa langue trempe C'est l'éléphant Un éléphant Un éléphant L'éléphant Regardez Regardez l'animal avec son long cou C'est la girafe La girafe La girafe Et au milieu, il y a le kangourou Connaissez-vous le kangourou ? C'est un animal qui peut porter son petit dans sa poche Le kangourou Et à côté de la girafe, il y a l'ours L'ours C'est un gros animal qui aime le miel Regardez maintenant la cage à gauche Observez bien Ce sont des singes Nous avons deux singes Les singes aiment beaucoup les bananes Les singes Et au milieu Que trouve-t-on au milieu ? Il y a la famille de Sarah Et son grand frère Samir Et son papa Ils sont en visite au zoo Puisque c'est le dimanche Leur papa les a emmenés visiter le zoo Maintenant, écoutons ensemble Le dialogue entre Sarah et sa famille Qu'est-ce qu'il y a au zoo Samir ? Il y a des animaux de toutes sortes Oh oui, je veux bien caresser un lionceau Le lionceau ? Non, il est le petit du lion Ils sont très dangereux Ce sont des animaux sauvages Comme Le tigre L'ours Et le loup Mais j'ai déjà caressé un poussin Le poussin est le petit de la poule Et du coq Ils ne sont pas dangereux Ce sont des animaux domestiques Comme Le cheval La vache Et l'âne Répétons encore une fois Bon, on va recommencer Qu'est-ce qu'il y a au zoo Samir ? Il y a des animaux de toutes sortes Oh oui, je veux bien caresser un lionceau Le lionceau ? Non Il est le petit du lion Ils sont très dangereux Ce sont des animaux sauvages Comme Le tigre L'ours Et le loup Mais j'ai déjà caressé un poussin Le poussin Le poussin est le petit de la poule Et du coq Ils ne sont pas dangereux Ce sont des animaux domestiques Comme Le cheval La vache Et l'âne Répétons encore une fois Qu'est-ce qu'il y a au zoo Samir ? Qu'est-ce qu'il y a au zoo Samir ? Il y a des animaux de toutes sortes Il y a des animaux de toutes sortes Il y a des animaux de toutes sortes Oh oui, je veux bien caresser un lionceau Je veux bien caresser un lionceau Je veux bien caresser un lionceau Le lionceau ? Le lionceau ? Non Il est le petit du lion Ils sont très dangereux Ce sont des animaux sauvages Comme Le tigre L'ours Et le loup Le lionceau ? Non Il est le petit du lion Ils sont très dangereux Ce sont des animaux sauvages Comme Le tigre L'ours Et le loup Le lionceau ? Non Il est le petit du lion Ils sont très dangereux Ils sont très dangereux Ce sont des animaux sauvages Ce sont des animaux sauvages Ce sont des animaux sauvages Comme le tigre Lo tigre Le tigre L'ours L'ours Et le loup le loup Le loup Mais j'ai déjà caressé un poussin Le poussin est le petit de la poule et du coq Le poussin est le petit de la poule et du coq Et ne sont pas dangereux Ce sont des animaux domestiques Ce sont des animaux domestiques Comme le cheval Le cheval Le cheval Le poussin est le petit de la poule et du coq Et ne sont pas dangereux Ce sont des animaux domestiques Comme le cheval La vache Et l'âne Bien, je crois que vous avez bien retenu le dialogue Regardez avec moi cette image aussi Qu'est-ce que c'est ? C'est un bœuf Un bœuf Et son petit C'est un veau Un veau Et sa maman C'est la vache C'est la vache La vache Donc le bœuf Le veau La vache Où trouve-t-elle Où trouve-t-elle Où trouve-t-elle ces animaux ? On les trouve dans les fermes Ils vivent Ils vivent avec les humains Ils se trouvent dans les fermes La ferme Parce qu'ils vivent Parce qu'ils vivent avec nous Avec les humains Maintenant, nous allons essayer de faire un petit exercice ensemble Alors, voyons voir si vous pouvez faire la différence entre les animaux domestiques qui vivent dans les fermes Et les animaux sauvages qui vivent dans la forêt et se trouvent dans les eaux Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un lion Un lion Un lion Qu'est-ce que c'est ? C'est la vache La vache La vache Et son petit C'est le veau Le veau Qu'est-ce que c'est ? C'est un tigre Un tigre Le tigre Qu'est-ce que c'est ? C'est un âne Un âne L'âne C'est une ferme Une ferme Une ferme C'est un zoo Un zoo Un zoo Maintenant Nous allons essayer de faire un petit exercice Relie l'animal avec l'image correspondante Où est-ce qu'on peut trouver le lion ? Regardez avec moi Le lion Le lion se trouve au zoo Le lion se trouve au zoo L'âne Où se trouve l'âne ? L'âne se trouve dans la ferme L'âne L'âne se trouve dans la ferme C'est un animal domestique C'est un animal domestique La vache La vache et son petit, le veau Ce sont des animaux domestiques Ce sont des animaux domestiques Ils se trouvent dans la ferme La vache et son petit se trouvent dans la ferme Le tigre Le tigre Où se trouve le tigre ? Le tigre, c'est un animal sauvage Le tigre, c'est un animal